بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثاني من أنواع الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة هو ما يسمى بالسندات فما معنى السندات أو ما تعريف السندات وما الحاجة التي تدعو الشركات المساهمة لإصدار مثل هذه السندات أحيانا تحتاج شركات المساهمة إلى زيادة رأس مالها لوجود ظروف طريقة بأن تكون تحتاج إلى قدرة مالية أكثر من رأس مالها المتمثل في الأسهم الموجودة أو أنها تمر بضائقة مالية أو تتعرض لخسائر معينة فتريد أن تسد العجز في مثل هذه الأوضاع فعادة في هذه الأحوال ما تلجأ الشركات المساهمة إلى الاقتراض من البنوك لكن البنوك عادة لا تقرد الشركات لمدة طويلة وإنما تكون القروض لمدة بسيطة من الزمن 6 أشهر أو سنة بحد أقصى لكن قد تحتاج شركات المساهمة لهذه القروض لمدة أطول لذا تلجأ هذه الشركات إلى الاقتراض من الجمهور وناء على ذلك يمكن تعريق سندات بأنها هي صقوق متساوية القيمة قابلة للتداول وتمثل قرضا طويل الأجل يتم إبرامه عن طريق الاكتتاب العام وهي ترتب بالنسبة لنفس القيمة الإسمية حقوقا متساوية من هذا التعريف نستطيع أن نفرق ما بين السهم والسند حيث أن صاحب السند ليس شريكا وإنما مقرضا فلاه الحق في فائدة سابتة سواء حققت الشركة أرباح أم لم تحقق الشركة أرباح أما صاحب السهم فهو شريك لا يحصل على فائدة من وراء السهم إلا إذا حققت الشركة أرباح الفرق الثاني يتجلى أن حامل السند هو بمسابة دائن للشركة فله أن يطالب بالوفاء بقيمة سنده بحلول الأجل المتفق عليه أما حامل السهم فلا يسترد قيمة سهمه من الشركة ما دامت هذه الشركة قائمة اللهم إلا إذا كانت هذه الأسهم من الأسهم التي يمكن استردادها أثناء حياة الشركة الفرق الثالث أن لحامل السند ضمانا عاما على أموال الشركة فإذا ما حل أجل الدين ولم توفي الشركة بهذا الدين من طلقاء نفسها فاستطيع أن يستوفي قيمة سنده من فوائد قبل أن يسترد شركاء المساهمين حقوقهم أو قيمة أسهمه ودعونا الآن نتحدث عن خصائص السندات فما هي الخصائص التي تميز السندات عن غيرها أولى هذه الخاصيات أن السندات تمثل مديونية أو تمثل قرضا جماعيا فالشركة حينما تطرح أسندات للتداول في سوق رأس المال فهي بهذه السندات تحتاج إلى أموال تتعاقد مع حامل السندات لقي يقردوها ويكون هذا قرضا جماعيا يكتتب فيه جميع الأشخاص أما الخاصية الثانية من خصائص السندات أنها قرض جماعي فحينما تطرح السندات يغوز لأي شخص يريد أن يشتري السند أن يدفع تمنه ويكون مقرضا للشركة الخاصية التي تأتي بعد ذلك أن السندات متساوية القيمة وغير قابلة لكتجزئة ومعنى ذلك أن السندات تعطي لحملة السندات حقوقا متساوية فلا يجوز أن تكون هناك حقوقا أعلى من حقوق أخرى يخولها يتميز بها حامل السند صاحب في إصدار واحد كذلك أن السندات غير قابلة للتجزئة فحامل السند إما أن يبيعه كله وإما أن يصطبقيه كله كذلك السندات من خصائصها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية فتتداول السندات إما عن طريق المناولة إذا كانت لحامله أو عن طريق القيد في السجل المخصص لهذه السندات إذا كان السند إسميا ترجمة نانسي قنقر